يعني لكل عشاق التنس النجم السويسري المخضرم روجر فريدرر أعلن اعتزاله وطبعا كل المحطات منزلت اعتزاله هو عمل يعني كلمة كده بالفيديو ففي ناس نزلتها ازاي ما هو عاملها وأعلن اعتزاله عن منافسات اللعبة بعد 24 سنة متقلق في ملاعب طبعا اللعبة البيضاء وطبعا كده هتكون بطولة الكاس بقى اللي هي جاية الأسبوع المقبل هو يعني دي هتكون البطولة الأخيرة في الملاعب أنا كنت متخيلة أنه هيكمل حاجات كده بس يبدو دي هتكون البطولة الأخيرة وطبعا يعني هو من الناس تاريخ حافل هو حتى قال أنه أنا بعتزر بعد جوائز كتير خدتها وألقاب مختلفة وطبعا حقق حاجات كتير في بطولة وينبلدون اللي بتقام في انجلترا وأخذ يعني يتوج بتمن ألقاب إلى جانب فوزه بست نسخ من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس وخمس ألقاب من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس ولقب وحيد في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس ولكن حقق عموما روجر فيدرر عشرين لقب في البطولات الأربعة الكبرى يعني جراند سلام هو الحقيقة متنوع وشاطر وقال أنه يعني هو حكى كده في الفيديو اللي طلعي تكلم فيه وقال أنه يعني بعد كل بقى التاريخ اللي عملته وبعد إحراز ألقاب كتيرة وبعد أيضا يعني كان عنده إصابات كتيرة ده الوقت اللي أنا لازم أعتذر فيه طبعا هو بيعتذر في عمره 41 عام وشاف أنه ده العمر المثالي أنه هو يترك لعبة التنس في الوقت ده وشكر عائلته وشكر أهله وشكر حتى منافسيه يعني برضو لعبة التنس فيها نوع من أنواعها الرقية كده حتى منافسيه في لعبة التنس شكرهم وختم كده في الفيديو وقال يعني أنا بترك لعبة التنس بس عمري ما حاسبها أبدا لأنه أكيد ممكن يلعب بشكل ودي أو يبقى موجود في شرف لعبة أو في افتتاح حاجات ودية يفضل دايما موجود النجم السويسري لعب التنس الشهير روجر فريدرر اللي بيعتزل فجأة ولكن سيظل هو ما بينه وبين التنس دايما حب وود دايما موجود اشتركوا في القناة